هل حذفت يوماً ما محادثة مهمة من إنستجرام وندمت على ذلك؟ هل تتمنى أن تتمكن من استعادة تلك المحادثات والصور والفيديوهات التي فقدتها؟ إذا كانت إجابتك نعم، فأنت في المكان المناسب في هذا الفيديو، سأعلمك طريقة سهلة وفعالة لاسترجاع المحادثات المحذوفة من إنستجرام بدون أي برامج أو تطبيقات خارجية هذه الطريقة مجربة ومضمونة، ولا تحتاج إلى أي خبرة تقنية كل ما تحتاجه هو حسابك على إنستجرام والقليل من الصبر هل أنت مستعد لمعرفة هذه الطريقة السحرية؟ إذا كان الأمر كذلك، فاستمر في المشاهدة ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبك الفيديو أول خطوة معنا هنفتح تطبيق الأنستة العادي بتاعنا على الهاتف المحمول بالشكل ده وبعد كده هروح على الإسم أو الصورة بتاعتي الموجودة في الأسفل بالشكل ده ومن هنا هروح على الثلاث نقاط اللي هم فوق بعض بالشكل ده وهنا هلاقي كلمة اسمها نشاطاتك هضغط عليها ومن هنا هنزل للأسفل لأحد كلمة أوصل لكلمة تنزيل المعلومات بالشكل ده هضغط عليها ومن هنا هتظهر معايا الوجهة اللي مكتوب عليها تنزيل المعلومات وهلاقي كلمة طلب تنزيل المعلومات هضغط عليها اللي هي الكلمة دي بالشكل ده ومن هنا هحدد طبعا الأنستة بتاعي بالشكل ده وبعد كده هطعت على كلمة التالي وهنا في نوعين من الاختيارات في تنزيل المعلومات هوضحهم لك بشكل مبسط كده سريعا الخيار الأول المكتوب عليه نسخة كاملة ده تقدر تحمله هينزل معاك في الصور والرسائل والمحادثات والفيديوهات وممكن التعليقات وأي حاجة كمان تم مسحها بالكامل عندما لو في حاجة معينة حابب انك تكون بتنزيلها تمسحت منك زي الصور أو رسائل فهتقدر تختار الخيار الثاني بالشكل ده لو ضغطنا عليه مثلا هتفتح معنا الوجهة اللي احنا هنشوفها دي اهي زي ما احنا شايفين تعليقات اتمسحت رسائل عناصر محفوظة تسكيلات اعجاب تقدر تحدد حاجة معينة واتنزلها من هنا الحاجة اللي تم حزفها من هنا وراجعنا للأسف للخلف هنعمل انا نسخة كاملة هنزل كل حاجة تم حزفها صور ورسائل ومحادثات ده الفرق بين الاثنين يعني باختصار كده ده الخيار الاول نسخة كاملة تنزل اي حاجة تم مسحها والخيار التاني هتنزل حاجات معينة تقدر تحددها من خيارات اللي احنا شفناها دلوقتي اختار مثلا نسخة كاملة بالشكل ده هتفتح معايا الوجهة اللي احنا شايفينها دي هتغط هسيبها زي ما هي مش هلعب في اي حاجة فيها هتغط على كلمة ارسال الطلب بالشكل اللي احنا شايفينه ده هيتم ارسال الطلب معايا هنتظر من عشر دقايق او من خمس دقايق لعشر دقايق بحد اقصى هلاقي هنا جات معايا كلمة تنزيل هنتظر شوية لحد ما يرجع هرجع طبعا للخلف وبعد كده هرجع للخطوات دي تاني لحد ما وصل للصفحة دي هلاقي كلمة تنزيل معايا عشان بس اعمل رفريش او تحديث للصفحة او هرجع للخلف كده واروح تاني عليها بالشكل اللي احنا شايفينه ده هرجع للصفحة الرئيسية تاني وهضغط على الصورة الموجودة في الاسفل ده بعد ما اعدي عشر دقايق طبعا بس انا بعملها معاكم كده وبعد كده هضغط على ثلاث نقاط الموجودين فوق دول بالشكل ده وهنزل على النشاطاتك نفس الخطوات اللي احنا عملناها وهنزل للاسفل لحد تنزيل المعلومات زي ما احنا شايفين نسها النسخة ما جاتش معانا هعمل الخطوة دي بعد عشر دقايق بالكتير هلاقي كلمة تنزيل رجعت معايا هنا هنتظر شوية وهرجع لكم كامل مع بعض الفيديو ممكن كمان تطلع خالص من الانستة وهنتظر رسائل على البريد الالكتروني بتاعها هتقصني رسالة زي اللي احنا شايفينها دي هتأكد لي انه النسخة بقيت جاهزة يضوبك ان انا هفتح الانستة وارجع وحملها مباشرة بالفعل وصلتني رسالة على الايميل بتاعي اللي مربوط على الانستجرام انه النسخة جاهزة لتنزيلها لتنزيل كل الحاجات اللي اتمسعت من الانستجرام هروح بقى على الانستجرام بتاعي وهفتحه وهروح على كلمة تنزيل المعلومات طبعا الخطوات دي احنا قلناها قبل كده في الفيديو لحد ما توصل لكلمة تنزيل المعلومات اضغط عليها ومن هنا ادوه يا جماعة جات معايا كلمة تنزيل هنزل المعلومات دي اضغط على التنزيل وهنا هيقول لدخل كلمة السر بعد ما دخلت كلمة السر ودست على تسجيل الدخول هحاولني على متصفح جوجل كروم او المتصفح بتاعي بشكل ده ولو نبسط لفوق كده هلاقي في ملف بينزل معايا اهو انتظر لحد ما يحمل معايا بعد ما نزل معايا وهروح على مدير الملفات الخاص بي كلنا موجود عندنا مدير الملفات على الهاتف بتاعنا وهقول لك هتلاقي الملف بتاعك فين بعد ما ينزل هتلاقيه ظهر معاك هنا مباشرة اوله انستجرام بالشكل اللي احنا شايفينه ده وممكن مدير الملفات يختلف عندك هتلاقيه في الاسفل موجود هنا ولما اليوتوش في كلا الحالتين فهتدخل على وحدة التخزين الدخلية عندك او زاكرة التخزين بتاعت الهاتف وهروح على ملف الدولود بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين الملف مكتوب عليه انستجرام والاسم بتاع الاكاونت بتاعك هتلاقيه مكتوب طيب هفتح بالشكل ده هضغط عليه هفتح معايا القامة بالشكل ده هضغط على فك الضغط وهضغط على فك الضغط هيبدأ يستخرج معايا كده بعد ما تفك معايا الضغط هلاقي هنا كل الملفات بتاعتي اللي تم حذفها من الانستجرام زي ما احنا شايفين لو نزلنا حتى اللايكات هنا لو ضغطت عليها هلاقي هنا اللايكات واللايفات وابص على الصور والمتحدثات والمسج كل حاجة مكتوبة هنا مثلا على سبيل المساج المسج اهي لو ضغطت عليها وفتحتها هتفتح معايا المسج اللي تم حذفها هلاقي تم المحذفات كلها اللي اتحذفت هنا ومجرد ضغط عليها هتفتح معاك مباشرة ويتختار مثلا جوجل كورون هتفتح معاك بالشكل اللي احنا شايفينه ده مع بعض المحادثات ونوع المحادثة معاك الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو عندك اي استفسار سيبهول في تعليق وما تنساش تضغط لايك وتشترك معنا في القناة وتتابعنا هتلاقي كل مفيد وجديد اشوفك في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة